السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم اصدقائي المتعبين في القناة The Future Coin وكل مستخدمي وحاملي عملة تيرا لونا كلاسيك بهذا الفيديو راح تكلم عن انفجار اللي صار اليوم على عملة تيرا لونا كلاسيك اما انبلش في الفيديو اصدقائي بتمنى تضغط على زر اللايك تشترك بالقناة وتفاعل زر الجرس حتى يصلك كل اخبار من ابتده عن عملة تيرا لونا كلاسيك وعن سوق العملات المشفرة قليكم معنا اصدقائي اصدقائي اليوم كلنا صحينا وشفنا انفجار الكبير اللي صار بعملة تيرا لونا كلاسيك واللي لامست منطقة 0.3032 والحمدلله وبكل فخر منقول انه نحن دخلناها بسعر 0.3019 طبعا مزامنة مع ظهور علامة لونغ على مؤشر قناة TheFutureCoin بعد ما طلعت علامة لونغ على قناة TheFutureCoin نزلناها توصي على قناة TheFutureCoin ودخلناها مضاربة الحمدلله ربا عالمين اصدقائي حققنا مرابح Future وصلت الى تقريبا 63% و Future وصلت الى 1200 بصفقة واحدة فقط حاليا اصدقائي كسرنا شامعة الانطلاق حلينا نوضح لكم بعض شامعة الانطلاق نفتح فريم الى 4 ساعات طبعا هاي المقاومة هي المقاومة الاقوى طبعا شفنا مقاومة ال 16 اصدقائي يلي كانت المقاومة الاقوى وهلا حاليا صار الدعم الاقوى بالامس لمسنا هذا الدعم وبعدها خلال شامعة اربع ساعات واحدة اصدقائي انطلاقنا وكسرنا كل المقاومات طبعا الحمدلله رب العالمين اصدقائي حاليا نحن بمنطقة ال 32 كسرنا مقاومة شامعة الانطلاق حاليا عندنا الداول داخل المستطيل طبعا مجرد اختراقنا للمستطيل راح نروح منطقة ما بين الاربعة الى الخمسة لكن انا مشي اصدقائي اقفال شامعة الاربع ساعات تكون اعلى ال 29 هذا امر باكد ايجابية للعملة شو سبب ارتفاع العملة اصدقائي منصة بايننس نزلت عن حرق عملة تيرا لونا طبعا راح يتم تفعيل الحرق واول عملية الحرق راح تكون بعد اسبوع من الان بعد 7 ايام من الان راح يتم تفعيل اول عملية الحرق ورح يتم حرق اول كمية طبعا كيف راح يتم حسابة على القطعة المحروقة طبعا من يوم 21 تسعة الى يوم 13 اقفال احتساب الرسوم المدفوعة على عملة تيرا لونا كلاسيك وستقوم منصة بايننس بشراء قطع من عملة تيرا لونا كلاسيك منقلها الى محفظة الحرق طبعا اول عملة الحرق راح تكون يوم 13 اعلنت منصة بايننس انها راح تشتري قطع من عملة تيرا لونا كلاسيك وتنقل gay طبعا سيتم تحويل الرسوم المدفوعة الي منصة بايننس عن طريق تداول التداول الفوري والحامش سبوت و فيوتر سيتم تحويل الضريبة إلى بي ام بي أو بي يو اس دي أو يو اس دي سيتم تحويلهم إلى هذه العملات وبعدها سيتم شراء عملة تيرا لونة تلاسيك ويتم إطلاف العملة وطبعا للنصدقائي الحرق سيكون كل يوم ثلاثاء إلى حد وصول عدد القطع إلى 10 مليار قطعة كل يوم ثلاثاء سيتم احتساب الضريبة ويتم خصمة يوم الثنين وتقرير الحرق سيكون يوم الثلاثاء يعني كل يوم الثنين سيكون عملية حرق وكل يوم ثلاثاء تقرير عن الحرق أما بالنسبة لحرقة الحالي لعملة تيرا لونة تلاسيك بالنسبة للضريبة تم حرق 275 مليون قطعة من عملة لونة تلاسيك إجمال التوتل سبلاي حاليا 6901 مليار قطعة نحن حرقنا إلى حد الآن 5 مليار 816 مليون قطعة وقريبين لنوصل إلى 6 مليار قطعة حرق طبعا زقائي ممكن هذا الارتفاع يكون مجرد فومو لكن الفومو مجرد ما كسرنا المقاومات ممكن تكون عندي مضاعف في النتيجة بالسبب الارتفاع اللي صار وكسرنا جميع المقاومات هذا الشيء ممكن يجلب كثير من الحيتان أما بالنسبة لعملة تيرا لونة تعدو من المضاربة أبدأ على المضاربة بعملة تيرا لونة لأني عندي قرار دولي من منظمة الدولية للشرطة الجنائية باعتقال وتوقيف دوك وان مؤسس تيرا لونة وبعد ما شفنا رسالة التحذير من منصة باينس طبعا عملة تيرا لونة صارت بالنسبة لنا خط أحمر ورح نبتعد على التداول عليها نهائيا لهيك ما بدنا نتكرر لنفس الخطأ اللي صار بعملة تيرا لونة ورح نبتعد عن عملة تيرا لونة تين فاصل صفر نهائيا ممكن تنحذف العملة عن جميع منصات أصدقائي بكم وصلنا على الفيديو وبتمنى الفيديو كنا لإعجابك لا تنسى تشترك بقناة فعل زر الجرس تضغط على لايك حتى تبصلك كل جديد في عالم العملات الرقمي مع السلامة يبدو أنتم بخير ترجمة نانسي قنقر